السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الثالث من دروس شرف الأدوكاد في سانفور مهندس في هذا الدرس نحن نتعرف على الاكسترود الاكسترود وظيفته هو انه يرفع لاين مش اريا فيه ممكن يرفع اريا ولكن بطريقة كمان راح نتعامل مرحب اللاينس نحن نشوف كيف يعني اسمت هنا الشكل عبارة عن ثلاث لاينات وراح اختار اختصار تبعها اي اكستي احي مثلا ضللت هذا اللاين فقط انتر راح يفعلي اللاين على شكل بلين افعليها على شكل بلين للأعلى وكذلك اللاين على تحت طب انا مثلا بنتي ارفع الاريا الموجودة هون هل معقول اني اقعد ارفع كل واحد لحاله طبعا لا لحاله احنا راح بسي اعمل لي بسي اعمل لي مشاكل كيف شو اللي راح اعمله راح امسخ اللي راح اعمله هو انه فقط اعمل هذول اللاينات جون اسا بنعمل بالإكسترود عالي كمان راح نضلل على اللاين انتر هوي برفع على الفوق يعني بكم تلاحظوا انه الإكسترود عشان نتعامل معه بدنا نكبس محل اللاين هيا راح اسم لكم واحد ثاني هون عشان يبين معكم الفرق هيا راح عمل الإكسترود هيا شوف الفرق هذا بدون جوين وهذا مع جوين ونفس المكان الكبس عليه ممكن ما نعمل جوين ممكن نرسم بولي لاين زي ما تعلمنا في دروس سابقة ان البولي لاين بعمل جوين منه حال منه لحال هاي استي ونيجي نكبس على أي لاين منهم ونرفع راح يرفع عنا البلاند المشكلة الوحيدة اللي راح تواجهنا عنا اللي تواجهنا الاكسترود هو لما بدنا نرفع هاي المنطقة فقط يعني ما بدي ارفع هاي الدائرة برفع ولا هاي الدائرة برفع مسافة اللي بناتكم اللي جاي من هون لهون يعني بتكون زي استوانة مفرغة هذا الاكسترود ما بعمله يعني لو رفعنا هيك لاحظو وتطلع عادي ماء فلك انه فيه جواتي فهاي الامور راح نحلها من خلال امر البرسبول وامر السبستراكت هنا هذا راح يكون لهم شرح مفصل في دروس لحظة هون فيه شرح بشرح البرسبول راح تتعلموا فيهم كيف ترفعوا الفراغ اللي واقع بين جسمين لكن المبدئيا الملاحظات المهمة بال انه اولا اذا كان مف مش معمول جوين راح يرفع بلا واذا معمول جوين راح يرفع اريا هاي الملاحظة المهمة عنا بال وكمان حتى لو يكون اللاين مايل زي هيك مثلا وعملنا له اكس اه جوين نفس الاشي كمان عادي راح يشفع زي هيك هذا بالنسبة للإكس طول باقي الاوامر اللي جايه هون وريفورف وسويب وكلهم بعتمدوا على الجوين هذول اللي راح نشرفهم بدرس واحد لحالهم وكلهم بعتمدوا على الجوين اي سؤال او اي استفسار تبدو تتواصلوا مع اليه طارق راح تلاقو رابط الفيسبوك اسفل الفيديو شكرا